بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله واصحابي اجمعين اليوم سوف يكون موضوع الفيديو هو تفسير رؤية البرتقال في المنال سوف نتعرف على اهم دلالات وتفسيرات وتقاويل رقية البرتقال سواء كان البرتقال على الشجر او يقوم الشخص بشراءه او حتى بايعه كل ذلك سوف نتعرف عليه في الفيديو والبدء معه فمن يرى في منامه انه يقوم بقطف البرتقال من على الشجر فان تفسير ودلالة تلك الرؤية يشير ان هذا الشخص صاحب المنام سوف يكون له رزق كبير وسوف يربح الكثير من الاموال وسوف يتمتع بالخير الوفير والله اعلى واعلم اما في حالة اذا مرأى الشخص في منامه شجرة البرتقال فان تفسير ودلالة رؤية هذه الشجرة في المنام ان صاحب المنام يتمتع بالصحة الجيدة واذا كان مريض فهي اشارة ودلالة على قرب موعد شفاءه واسترداد عافيته والله اعلى واعلم وكذلك قد يكون لرؤية تقشير البرتقال في المنام دلالة واشارة ان صاحب او صاحبة المنام سوف يتزوق فيه القريب العاجل والله اعلى واعلم اما في حالة اذا مرأى الشخص في منامه قشور البرتقال فان تفسير ودلالة تلك الرؤية يشير ان الشخص صاحب المنام سوف يتخلص من المشكلات والمتاعب التي كان يعاني منها وصوف يتمتع براحة البال والاستقرار والله اعلى واعلم وكذلك في حالة اذا مرأى الشخص في منامه جزور شجرة البرتقال فان تفسير ودلالة تلك الرؤية يشير ان صاحب المنام او صاحبة المنام سوف تتخلص من المشكلات التي كانت واجهها والله اعلى واعلم اما في حالة اذا مرأى الشخص في منامه انه يقوم بشراء البرتقال فان تفسير ودلالة تلك الرؤية يشير ان صاحب المنام او صاحبة المنام سوف يكون لها او له نصيب من الاخبار الصارة والسعيدة التي سوف تأتيه قريبا وكذلك سوف يكون له خير كثير ورزق كبير والله اعلى واعلم وهكذا نكون قد صردنا عليكم اهم التفسيرات ودلالات رؤية البرتقال في المنام لابن سيرين عسى ان كون قد افدناكم ولو بالقليل واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم امين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة